المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضائيات نقدم لحضراتكم عرض السبع الرئيسي لهذا المساوى في كل اثنين نبدأ نشرطنا بمتتاحية الأسبوع والزميل تجاني مصطفى مهدي والتي تناول فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد أيها السادة الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير إن عاصفة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على تدهور الاقتصاد يسبب كسادا وانهيارا كبيرين على نمو وازدهار اقتصاد الدول وبيئة الأعمال التجارية الأمر الذي من شأنه بعث الريبة والشكوك في نفوس الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وإفقادهم الثقة في المعاملات والاستثمارات في الخدمات المصرفية وبالتالي يفسر هذا السلوك مخاوف أصحاب رأس المال من البنوك وعدم الرضا والثقة في المعاملات والصفقات التجارية سواء لأنهم لا يحبذونها أو لجهلهم بها أو لفقد الثقة تماما في التعامل معها ولهذه المواقف جذور متأصلة إبان فترات الاضطرابات وانخفاض الأسهم والإداعات نتيجة الأزمة التي شهدتها البنوك وأدت إلى إغلاق أبواب بعضها هذه الأزمة لم تكن الأولى في التاريخ ولا الأخيرة فقد سبقتها أزمات هزت العالم وعرضته لتقلبات سعرية كبرى كأزمة البترول لعام 1973 حيث استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحا ضد إسرائيل وقررت منظمة الأوبك منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل وأزمة الاثنين الأسود لعام 1987 حيث اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية وهناك نمازية كثيرة على سبيل المثال للحصر ومنذ الإعلان عن الأزمة العالمية في سبتمبر عام 2016 في تشاد ازدادت حدة هذه المواقف وشرع الناس في اتخاذ احتياطات ضد أي قرار يعتقدون أنه سيء ويفضلون سحب الأموال والاحتفاظ بها في خزائن البيوت رافدين استخدامها وفي الواقع هذه حقيقة تزعج البنوك المحلية والتي هي بشكل واضح تمنع المضاربة في الأوراق المالية وبالتالي تبرز الأزمة فبدافع إيجاد حلول عاجلة لما تعانيه البلاد من تعثر اقتصادي صعب التقى يوم أمس الرئيس إدريسا دبيتنو برجال الأعمال والتجار ومدراء البنوك المحلية لمناقشة الأزمة الاقتصادية وذكر من بين أمور أخرى مسألة اكتناز الأموال وسحبها من البنوك والاحتفاظ بها في البيوت من قبل الشاديين بشكل عام والفاعلين الاقتصاديين على وجه الخصوص وقد ناشد رئيس الجمهورية المعنيين بالابتعاد عن سحب الأموال من البنوك لألا يتضرر الاقتصاد القومي وتتضخم الأزمة أكثر وكي يتثنى للبنوك القيامة بالدور المنطبها في نمو الاقتصاد وازدهاره والعودة به إلى سابق عهده وحثى رئيس الجمهورية رجال الأعمال ومدراء البنوك على تكثيف التوعية للخروج بالبلاد من الأزمة في حين أن الخبراء والاقتصاديون يقولون لنا إن المزيد من تداول الأموال وسيولتها يعزز الاقتصاد ويشارك بشكل فاعل في التنمية من خلال تسهيل المضاربة فلماذا يتوجس رجال الأعمال إذن؟ أم أن هناك نقص في التوعية من قبل البنوك؟ أفلا تمنحهم تعهدات وضمانات تكفل لهم العقود؟ فالبنوك تضمن للأغنياء قيمة ثرواتهم واستخدامها في أي وقت شاء وأن تعافي الاقتصاد من الركود مرهون بقدرة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الاستمرار في المعاملات مع البنوك وإبقاء الثروات والأسهم فيها ومن هذا المنطلق فمن الطبيعي أن تعمل الحكومة على طمأنة رجال الأعمال الشاديين بأن الأزمة الراهنة لن تطول ولتكن لديهم الثقة في التعامل مع البنوك حيث أن الاستقرار والسلام يوفران البيئة الملائمة ويضمنان عدم تفاقم الأزمة لعالم الأعمال إذن فإن حظ الأموال في المنازل لا يوفر الضمان والأمان أكثر منه في البنوك وتحصيل الفائدة المرجوة ناهيك عن المخاطر وانشغال البال وكل الاحتمالات واردة وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بمشيئة الله